خلونا نشوف احنا بنتابع منذ تحرير سعر الصرف واجراءات المركزي بنتابع كل الاجراءات بنتابع الشهادات التي اصدرتها بنوك مصر والاهلي والقاهرة بنتابع ايضا سعر الدولار اللي النهاردة واصل لحوالي 24 ارش 24 جنيه و24 ارش تقريبا يعني وطيرة الانخفاض هدية شوية يعني كان عندنا اول يوم هو اللي فيه زيادة جنيه تقريبا ثم بدأت وطيرة الانخفاض تهدى من امبارح والنهاردة اهدى شوية بنكلم بس فيه 6 ارش مثلا تحرك 6 ارش هذا لا يعني برضو ان احنا وصلنا لقاع الحركة او لأعلاها او لأدناها لانه مرة اخرى هذا سيترك بمرونة للساليه العرض والطلب ولسه الطلب مش واضح يعني لسه الطلب على الدولار مش واضح ولسه التدافقات النقدية كمان مش واضحة بشكل كبير وبالتالي لسه السوق مش مستقر في حالته النهاية اشتركوا في القناة